الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدة محمد وعلى الله والصحبه وسلم هسا نحن نشرح ان شاء الله مادة ال data mining الموضوع اللي عندنا خوارزمية binary variable أو k mean يعني اثنين اتون لنفس الاسم إذا جانب نبتحان binary variable أو اي جانب k mean نفس طريقة الحل وهي احنا عندنا قانون وهو انه object j و object i يعني a binary variable has only two states يعني اما صفر او واحد يعني ياخذ احتماليتهم فقط بالحل وهي اما صفر او واحد where zero means that the variable is absent يعني غائب and one means that is a present يعني حاضر هسا عندنا مثلا واحد ون في ون راح نكتب علامة الكو يعني اثنين اتون اذا صاروا واحد وواحد او yes yes او positive positive راح نكتب علامة الكو اذا كان واحد وزيرو راح نكتب الار واذا كان صفر وواحد راح نكتب الاس راح نحنا بالحلول مادتنا راح نستخدم هذول ثلاثة فقط اما هذول فما داخلين في حاليا في مادتنا نجي هسا نشوف عدنا simple matching هذا هما داخل عدنا راح احنا المطلوبين عدنا الاستاذ قال انه مادة المطلوبين عدنا فيها بانتحة هي جاكورت فقط وهي دي اي وجي ار زايدا اس على كيو زايدا ار زايدا اس هذا هو القانون اللي راح نستخدمه هس نجي الى المثال اللي عندنا الاكزامبل وهي suppose that a patient record table contains the attributes name gender fever cough test one test two test three يعني تحليلات اللي سووها لهذا المريض نشوف عدنا why 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 عدنا ثلاثة مرضى وهي جاك جاك عفوا وماري وجيم احنا عدنا مثلا yes 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 يعني عندنا حما مثلا نعم 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 عدنا مثلا سعال مثلا no no yes يعني حسب هاي التحليلات اللي حصلنا عليها يعطينا في السؤال cluster 0.5 في الحل نقوم بحساب القيم التي تأخذ الاحتمالين 0 1 أو yes و no و positive و negative يعني شوف هنا نغاتف هنا positive يعني هاي الاحتمالات اللي راح ناخذها بالحل مالتنا هس نجي نشوف سؤلوا شو مالتنا اول حل في الحل ناخذ جميع الاحتمالات الواردة يعني هس مثلا راح ناخذ احتماليتين وهي جاك مع ماري مع ماري عفوا وبعدين ناخذ جاك ويا جيم بعدين ناخذ ماري ويا جيم يعني هاي الطريقة موجود اذا كان عندنا اربع راح تكون الاحتماليات مالتنا اكثر هس هنا عندنا ثلاث راح ناخذ جاك ويا ماري وعدين ناخذ جاك ويا جيم بعدين ناخذ جا ماري ويا جيم نشوف هنا اول شي راح رقم واحدة نسميتم رقم اثنين رقم اثلاثة دي جاك وماري يساوي القانون نفسه نزلنا الى وهو هذا القانون مالتنا لحسب طريقة جاك ورد وهي ار زائد ان اس على كيو زائد ان ار زائد ان اس هس نجي ار زائد ان اس ار قلنا معناته وان زيرو يعني هان هنا رسمتها لي حتى يكون عندنا نذكره بالامتحان وهي ار وان الى زي سويت هنا سهم واذا واحد وزيرو معناته ار او بوزيتف ونيغتيف معناته ار او يس نو معناته ار زائد ان اس اس راح يكون يعني one zero اللي هي سهمنا من اليسار الى اليمين يعني one زيرو هي ار zero one او نيغتيف بوزيتيف او نو عفوا نيغتيف بوزيتيف او نو yes راح يكونون كهية zero one وهي علامة الاس راح ندخلها تقسيم كيو اللي هيقلنا one one اذا كانوا واحد واحد او بوزيتف بوزيتف او yes راح نخلي علامة الكيو هي هاي الشي اسمع زائدا. ار اللي هي قلنا قبل شوية. طبعا هذا بالضبط النزل ايه هنا انا يعني هذول اثنين اتوب راح نشوف انه عبارة عن نفس القيم يعني بالامتحام واجرة نكتبه هذا هنا انا واشرة النزل هنا زائدا الكيو. وايش ساوي? هسا نشوف وان زيرو كم قيمة عندنا? اهنان نشوف وان زيرو اللي هي لجاك وماري. وان زيرو لا هاي وان وان. نقاط نيغاتيب نيغاتيب لا هاي مع Shaw zero zero احنا لدي one zero one zero zero Zoro one Angaco one zero storm Macko ni zero 100 iマaco اذا لازم هنا هنان ننزل قيمة زيرو زايدا زايدا اللي هي اللي is. اللي is 收看 عبارة عن zero one هل سنشوف زيرو هان هال العدن هنا. no. zero one لي قيمة طبعا جاك وماري فقط. زيرو ون ماكو زيرو ون ماكو زيرو ون ماكو زيرو ونعم مجدنا هنا هنا قيمة اذا راح ننزل رقم واحد اللي هي رقم واحد اللي هي عبارة عن زيرو ون نجي الى ننزل زيرو زائدا ون هنا هنا مباشرة قبل ما شرحنا قبل شوية انه هاي القيمة نفسهم بالضبط هنا فننزلوا هنا مباشرة بدون ما نضوخ رأسنا نجي اثنية نجي هنا فن ون عندناales من الننوذر من السبب ون واحد ازاها هاي زيرو زيرو ايه والاشة detailsל هي غير زيروة زيروة لا اذا عندنا قيمتين واحد واثنين وهذا من ماء tutaj一 horrible وهذا ماو צ ماء raison اذا قيمتين اللي راح يكون عندنا على واثنين زاد întIrr zero زاد but one tienes worth واحد على ثري ويتساوي او السري انا عام تم نجي الى عم كمان جاك وماري جاك وماري كمانا راح ناخد gran و جيم. جاك وجيم. نفس القانون نزل بالضبط ار زايد ان اس على ار زايد ان اس اه زايد ان كيو. نفس الشي سنشوف هنا القيم اللي ندور عليها واحد زيرو. نحن نشوف واحد زيرو واحد. طبعا قلنا جاك وجيم هس ناخد واحد زيرو لا واحد زيرو لا واحد زيرو اي رقم واحد صار عدنا. اذا واحد زيرو نغاتف نغاتف لا نغاتف نغاتف لا نغاتف نغاتف لا اذا واحد زيرو راح عدنا يكون رقم واحد زائد ان القلنا الزيرو وان اللي هي اللي قيمة جاك وجيم راح نشوف ان القيمة نفس اللي ايش اسمه اه نحتاج هنا اللي هي علامة الاس هنا. زيرو وان نشوف بشم زيرو وان لقيما يتاي جاك وجيم كوننا زيرو وان ماءكوه زيرو وان اي هاي واحد زيرو وان لا زير اذا هم واحد راح يكون لقيما هنما نفس هذه القيمة ن patriotها هنا ونبدأ ندور على اللي قيمتي جاك وجيم نشوف هنا هنا ا BUacı هي الدنيا لقيما يتاي جاك وجيم وان وان عدنا واحد وان وان لا وان وان لا يا ذو زيرو زيرو زيرو. زيرو زيرو. راح نشوف هنا واحد اذن راح يكون عندنا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد نفس الشي كنا نزلنا هنا. اثنين تقسيم الثلاثة ويساوي 0.67 نفس الشي نو هسه نبدي الى قيمتي جيم وماري قبل شو يقلناها جاك وماري اخذنا بعدين جاك وجيم هسه ناخذ جيم وماري او ماري وجيم نفس الشي جيم وماري نفس القانون النزل راح نشوف انه نتيجة 0.75 بعد ما حصلنا على الناتج النهائي اللي هي 0.33 و 0.67 و 0.75 راح نقار نوية 0.5 اللي هي مطلوبة عندنا. compare all results with 0.5 if less than 0.5 يعني اي قيمة من هذول الثلاثة اذا كانوا اقل من 0.5 that's mean they are in the same cluster يعني so هسه نجي منه اقل من less than 0.5 منه اقل من 0.5 فهذا لا اكبر من 0.5 هذا اكبر من 0.5 فقط هاي القيمة هي الاصغر من 0.5 وهي 0.33 اللي هي قيمتي جاك وماري ماري اللي هما نقارن نقارن الناتج الحلو مع 0.5 فايهم اقل من 0.5 فهما في نفس الكتلة او الجماع. اذا الناتج نهاي مارتنا هي جاك وماري اللي هما اثنينة تم نفس الكلستر هاي هنانا آآ سلايد ان خليتهم في سلايد واحد للتوضيح حتى واحدا يريد مثلا يحل مواشرة وهاي الورقة يحل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام سيد مستديني محمد وعلى الله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة